الليلة مع نديم محور الممانعة يفضح الديمقراطية الأمريكية وهل تعيد إدارة بايدن الحياة للاتفاق النووي مع إيران أما في لبنان فلبنان يصدر المعادلة الذهبية إلى تونس خبرين بفيك نيوز الليلة وخبرنا الأول من واشنطن وحفل تنصيب الرئيس الأمريكي جو بايدن حفل هو الأول من نوعه بزمن كورونا وشهد لكثير من الفعاليات الفنية والثقافية والاستعراضية اللي حاولت وربما نجحت إلى حد بعيد في تقديم صورة جديدة محيت صورة الأحداث أمام الكابيتول أحداث الشغاب اللي شفتوها مشاهد كتير الحقيقة أنا قالتها وسائل التواصل الاجتماعي وأبرزها هالصورة الصورة للمرشح الرئاسي الديمقراطي السابق بيرني ساندرز الصورة تحولت إلى نجمة على مواقع التواصل الاجتماعي وتم التلاعب فيها بأكتر من شكل ناس حطوه بالباس ناس حطوه حده الناس إلى معونة لك يمكن كان بردان بس ويمكن كان عم يفكر أنه لو الحظ حالفه كان هو عم يقسم اليمين الدستوري بدل جو بايدن بحسب معلومتنا خبرنا الثاني من تونس حيث يبدو أن معادلة حزب الله حزب الجيش والشعب والمقاومة تمددت لتلاقي لألمطرح حقيقي بالخطاب السياسي التونسي وقت يزيد وحد يمس ممتلكات التونسة الخاصة والعامة أبناء النهضة مع أبناء الشعب التونسي يحميوا الممتلكات وذلك عليش إحنا وجهنا دعوة لمناظلين ومناظلاتنا وجهنا دعوة للمواطنين اللي يحبوا يحميوا تونس وأمن التونسة وممتلكات التونسة الخاصة والعامة باش يكونوا موجودين باش يعاونوا دولتهم ويحميوا شعبهم وما يخليوش الناس اللي غاضبين يستعملون ضد الشعب التونسي أبناء النهضة باش يكونوا في الميدان باش يحميوا أمن التونسيين وممتلكاتهم الخاصة والعامة وحقوقهم برافو عليك بس بدل جيش وشعبه مقاومة جيش وشعبه نهضة ثلاثية تخريب جديدة وعكل حال هيك بيكون حزب النهضة الإخواني نهض بمشروع الدولة بتونس ونهض بالتقدمية تونس على نحو يعني ممتاز بالتصريح الجي ممكن يقول سلاح وجماهير النهضة باقن ويتمدد مثل كل كوكب الأرض تابع المعلقين الممانعين بالعالم العربي تطورات الوضع السياسي بأمريكا مع دخول رئيس جديد إلى البيت الأبيض والحقيقة أدلوا باستنتاجات جبارة حول الواقع السياسي بها البلد لا شك بأن الأمريطورية الأمريكية تظهر اليوم بأنها تتصدع هلأ عم تضعف أمريكا مش عم تضعف حسب باختصار شديد أمريكا التي كنتم تعرفونها انتهت وبالتالي تهشمك هذه الصورة صورة النظام الأمريكي من الآخر ومن دون كترة حكي أمريكا اللي بتعرفوها بح انسوها هذه قصة أمريكا الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة ورئيس بيظهر ورئيس بيفوت لا 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 انسوها انسوها فا تحديثة فا تحديثة فا تحديثة فا تحديثة يا حصر عليك يا أميركا ليك شو كانت حلوة كانوا يعملوا حفلات تنصيب واحتفالات ورئيس جديد ورئيس قديم وناس حلوة وألوان أبو الصوص شي بياخد العقل شو كانت أيام حلوة أيام زمان هاي جديدة هاي هلا بارح وكيف مبارح من أنتوا بالمحور ما بتحضروا تلفزيون يعني اللي شاف انتصار السيستم الأمريكاني على ترامب وكيف بيطلع معه أنه أمريكا انتهت والنظام السياسي انفضح دقيقة فراغ وحدة بالسلطة ما حصل دقيقة دقيقة طلع على الوقت فات على الوقت وين التصدع والتضعضع والانكشاف يعني أنا حابب يعني حابب اقتنع بس أنه وين مبين هالشي؟ هذا القانون الانتخابي أيضا هو قسم الولايات المتحدة الأمريكية القانون الانتخابي القائم على حزبين فقط الحزب الجمهوري والحزب الديمقراطي وليس هناك مجال فعلي لكي يكون هناك حزب ثالث عن جد دوله وعن جد ما فيه أبشع من التقسيم وما فيه أحلى من الوحدة يعني معقولي أصمو أمريكا لحزبين من شو بيشكل حزب الواحد لشو حزبين؟ الحزب القائد للدولة والمجتمع لكوا بلا الحزب فيه كمان تكمل حياتك السياسية بلا الحزب فيه بعد فيه وحدة بعد أهم الوحدة حول شخص واحد شخص صدام الأسد القزافة مش إنه سيستام شخص لشو الحزب هيدا أضمن أضمن طريق للوحدة هو نظام الشخص بلا ديمقراطية بلا بطيخ أصلا حبيبي معلاش يعني يعني الديمقراطية الأمريكية كمان يسمحوننا فيها مزيفة لا يمكن أبدا القبول بهكذا نوع من المفاهيم كلا الحزبين ليس واحدا كلا الحزبين حينما يقوم جماعة الحزب الآخر بالتظاهر ضده يطلق عليهم تسميات الإرهابيين يعني بالشوم عليكم يعني بالشوم أبو الصوص هادي هادي أمريكا ها ما بتسوى ما بتسوى كل فريق بيتهم خصومه بالإرهاب وهنا عايشين نحنا يجوا يتعلموا من دول محور المقاومة كيف بيكون الاعتراف بالآخر العدو ينتظر أي فرصة أو وهن ليستهدف الشعب الإيراني انظروا إلى أحداث الأيام الأخيرة كل من لهم علاقة سيئة مع إيران اتحدوا فيما بينهم منهم من لديه الأموال ومن بيده السياسة ومن لديه السلاح ومن له مؤسسات استخباراتية اتحدوا لإثارة المشاكل لإيران الولايات المتحدة وإسرائيل تتحملان مسؤولية أعمال الشغب وانعزام الأمن في العراق ولبنان هذا ما أعلنه المرشد الأعلى للثورة الإيرانية أيضا الله علي خمينئي إذ أكد أن الولايات المتحدة وأجهزة استخبارات غربية تقوم الآن بإثارة الفوضى وذلك بتمويل من دول في المنطقة وصفها بالراجعية يا حبيبي على الديمقراطية يا حبيبي على الحوار شو مهضوم والاعتراف بالآخر دهب 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 جنة جنة حريات وتعدد قاعدين عم يقرتوا نظريات عن التعدد والحريات والأحزاب بأمريكا لو كانت إخوين أبو الصوص مثل بأمريكا واتهامات للإرهاب ببعضهم مثل أمريكا يعيب الشوم يعيب الشوم عاك الحال عاك الحال يوم عم بنحكى عن جاليات أمريكية عم تتوزع بمدن العالم العربي تحديداً بدول محور المقاومة هرباً من البطش والظلم والانهيار الاجتماعي بأمريكا طبعاً مخبرك أبو الصوص وحياتك مان جنون 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 السلاح السلاح فلتان بالشوارع اليوم كل الأخبار تقول أن هناك تجمعات تجمعات مسلحة حملة السلاح ظهور مسلحين تابعين لأترامب يعني بتعمل أسلحتهم نحن نتحدث الآن عن ميريشيات يعني الدولة خلينا أقول الدولة مقابل الدولي في شي مش موجود عننا يا سيد ميخايل أنه بينزلوا أنصار ترامب مدجاجين بسلاح علنا مية بالمية معه حق أبو الصوص معه حق هايدي 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 المظاهر مش موجودة عنها بتحسوا مدرب عليها بحسوا عامل دوراء أنا فعلا هايدي المظاهر أنا فعلا ولا مرة ولا مرة للأمانة أقسم بعزة الله ولا مرة شفت أنصار ترامب بالسلاح لا ببغداد ولا بصنعاء ولا بدمشق أو ببيروت مش هاي مظاهر جماعة ترامب مسلحين عنها مش موجودة لأن الموجود أسوأ بكتير الجنرال الإيراني رحيم صفوي تحدث لوكالة الأنباء الإيرانية عما أسماه التاركة سليماني والتي تتمثل بإنشاء 82 لواء عسكريا في كل من سوريا والعراق 22 منها يتبع لميليشيا الحشد الشعبي ومن أبرزها كتائب حزب الله العراقي وحركة نجباء وسرايا الخرسان وعصائب أهل الحق وفاطميون وزينبيون في سوريا من أهم الأذرع التي تجسد المشروع الإيراني حزب الله اللبناني وفي اليمن تسلح إيران ميليشيا الحوثي كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان أن تركيا نقلت نحو 200 مقاتل من الفصائل الموالية لها إلى ليبيا سرا خلال الأيام الماضية دفعة جديدة من المرتزقة تتألف من عشرات المسلحين من الفصائل السورية الموالية لأنقرة اتجهت إلى الأراضي التركية في طريقها إلى ليبيا بس جماعة ترامب معنا مسلحين ما شفناها ولا مرة حق الحلقة بالصوص هادي كلها اللي عم تشوفها مظاهر حديثة قبل أحداث الكابيتول لك ما في سكينة بإيد الناس بالشوارع هون بس خيأة اجت اجت أمريكا وخربتنا وانتشر السلاح في شي مش موجود عنا سيد ميخايل أنه بينزلوا أنصار ترامب مدجاجين بالسلاح علنا الله لا يوفقه الله لا يوفقه خربنا خربنا وخرب مجتمعاتنا ترامب ولكن عندنا من هالحركات أبدا نهائيا ما كان عندنا نهائي نهائي بس معلي هيدي مشاكل صغيري بتتعالج وإن شاء الله بنقدر نتجوزها المهم هلأ أمريكا انتهت وخلصنا خلصنا مننا خلاص بس سور قبل ما نكمل حلقة أبو الصوس يرضى عليك في عائلة من كاليفورنيا برا قلولي واصلين هلأ يرضى عليك بس هتحنوا البيب الله يخليك اللي بعد إيران كانت العنوان الأبرز على أجندة إدارة دونالد ترامب خرج من الاتفاق النووي لجأ إلى سياسة الضغوط القصوى السؤال اليوم ماذا سيكون عليه موقف إدارة جو بايدن وماذا تريد إيران موضوع مهم بيستاهل كلام جد طالب وزير الخارجية الإيراني محمد جو بايدن بأن تدرك أن أسلوب ترامب لن يحقق أي نتيجة مع إيران وضاف أنه لا توجد أي ضرورة للتفاوض مجددا للعودة للاتفاق النووي وليست هناك تعقيدات قانونية للعودة إليها كما قال ضريف أن طهران ستنفذ جميع التزامتنا بسرعة إذا رفعت إدارة بايدن جميع العقوبات التي فرضت على إيران خلال فترة ترامب الرئاسية دعا الرئيس الإيراني حسن روحاني جو بايدن الذي سيؤدي اليمين الدستورية اليوم دعاه إلى العودة للاتفاق النووي مشيرا إلى أن سياسة الضغوط القصوى التي اعتمدها ترامب تجاه إيران فشلت فشلا كاملا روحاني قال في كلمة متلفزة إن فترة حكم ترامب لم تجلب سوى الظلم والفساد للعالم ولشابه إسرائيل بالمقابل وعلى لسان رئيس حكومة بنيمين نتنياهو وضع الملف النووي كإطار عام بيحكم كل العلاقة بين إسرائيل وواشنطن فإذاً بين إيران اللي بدأ عودة أمريكية إلى الاتفاق ورفع العقوبات وإعادة عقارب الساعة بالكامل ست سنين لورا وبين إسرائيل اللي هددت أن العودة إلى الاتفاق كما هو عليه الآن قد يدفع لعمل عسكري بين هؤل موقفين بين هؤل حدين قدمت تصريحات كبار مسؤولي إدارة بايدن باليومين اللي ما رأوا قدمت إجابات شافية تعاكس تماماً انتظارات إيران وبشأن الملف النووي الإيراني قلب لينكين إن للولايات المتحدة مهمة مستعجلة لمنع إيران من امتلاك السلاح النووي أو الاقتراب من القدرة على ذلك أولاً الرئيس المنتخب بايدن ملتزم بأن لا تمتلك إيران سلاحاً نووياً وأعتقد أننا نتقاسم هذا الهدف في هذه اللجنة إيران وهي تملك سلاحاً نووياً أو على وشك امتلاكه ستكون أخطر مما هي عليه فيما يتعلق بالأنشطة العسكرية التي تقوم بها سواء تعلق الأمر بدعم الإرهاب أو دعم وتحريد الميليشيات التي تعمل بالوكالة لصالحها أو زعزعات استقرار المنطقة ولذلك أرى أننا لدينا مسؤولية عاجلة لمنع إيران من امتلاك السلاح النووي أو الاقتراب من القدرة على امتلاكه وزير الخارجي الجديد أضاف نقطة بغاية الأهمية وهي أن إدارة بايدن ستتشاور مع حلفاء بالمنطقة وتحديداً مع دول الخليج العربي بخصوص أي حوار مستقبلي مع إيران وأي اتفاق جديد نووي مع إيران هالشي عادوا أكدوا البيت الأبيض وأضاف أن الإدارة الجديدة رح تسعى لتمتين واحد وإطالة أمد الضوابط المفروضة على البرنامج النووي الإيراني يعني بده يزيد الضوابط قوية ويزيد الوقت تبعه كل هذه الشروط بتعني أنه ما في عودة لأتفاق 2015 إنما لاتفاق آخر اتفاق جديد بضوابط جديد بفترات زمنية أطول لهذه الضوابط مش متل اتفاق 2015 اللي كان بيرفع الكثير منها من هالضوابط خلال خمس سنين وثمين سنين أورادي صار قضع ست سنين على الاتفاق والأهم أنه الاتفاق على عكس اتفاق 2015 السري رح يكون بالحوار مع حلفاء أمريكا بالمنطقة نقطة إضافية طرحتها رئيسة الاستخبارات الأمريكية الجديدة أفريل هاينز لقد ألمح الرئيس المنتخب إلى أنه إن عادت إيران إلى الالتزام بالاتفاق فسوف تفعل الولايات المتحدة ذلك أيضا وأعتقد أننا بعيدون عن ذلك وستكون هناك فرصة لمناقشة هذه القضايا مع الكونغرس ألمح الرئيس المنتخب وأنا أتفق معه في هذا أنه علينا أن ننظر في قضايا الصواريخ الباليستية كما أن هناك نشاطات إيرانية أخرى مزعزعة للاستقرار إذا تم التصديق على تعيين مديرة الاستخبارات القومية فسيكون دور تزويدكم بالمعلومات الأفضل بشأن برنامج إيران ونشاطاتها من أجل اتخاذ القرارات بناء على ذلك كمان من النقاط اللي إيران رافضة تماما الحديث عننا مسألة الصواريخ ومسألة النفوذ الإقليمي لإيران النقطتين اللي عمليا أضعفوا اتفاق عام 2015 على الأقل من وجهة نظر العديد من اللاعبين في المنطقة الواضح أنه إدارة بايدن مش بعيدة أبدا عن هالنقطتين أنه أي اتفاق آخر مع إيران يمر حكما بالبحث بملف الصواريخ وبما تسميه إيران النفوذ الإقليمي واللي هو بالواقع نشاط الميليشيات الموالية لإيران بالمنطقة إيران رافضة كل هول رافضة التفاوض على الصواريخ الدور الإقليمي والتعديلات بالاتفاق النووي مثل ما حكينا من شوية أشار إلى البيت الأبيض ردة هو التصعيد فيما أكدته الصحيفة والستريت جورنل بأن إيران اتخذت خطوة جديدة في إنتاج الأسلحة النووية بحسب ما أكد المفتشون الدوليون ونقلت الصحيفة عن تقرير أممي سري طلعت عليه بدأ إيران تصنيع أدوات رئيسية تستخدم في أساس صنع الرؤوس الحربية النووية وبحسب التقرير أبلغت إيران الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنها ستبدأ تركيب أجهزة تصنع معدن اليورانيوم في موقع في أصفهان وذلك في غدون أربعة إلى خمسة أشهر تهران تعلن الخبر والوكالة الدولية للطاقة الذرية تؤكده بدأ تخصيب اليورانيوم بنسبة نقاء تصل إلى 20% في منشأة فوردو تقول الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن إيران لم تصل هذه النسبة من التخصيب منذ توقيع الاتفاق النووي عام 2015 يعني عمليا بدل ما إيران تكون عم بتسهل على حالة الاتفاق مع أمريكا عم بتصعبها عم بتسكر بواب إضافية ليه؟ لأن فلسفة الاتفاق بحسب بايدن رجع يا إيران على التزاماتك منرجع نحن كأمريكا وأمريكا مع وقت بينما إيران ما مع وقت ليه؟ لأن إيران بظل العقوبات بظل تداعيات كورونا وضع الاقتصاد من تدهور إلى تدهور ومن هبوط إلى هبوط طيب هلأ لنفترض أن إيران قبلت بكل الشروط قبلت تصلي عن نبي وتمشي لقدان وترجع على الاتفاق شو بيصير؟ في أشهر رح تمرق قبل ما يحصل أي تطور إيجابي لصالح إيران يعني الإفراج عن أموال يعني رفع بعض العقوبات ليه؟ في أشهر حتى لو قبلت ليه؟ لأن مخزون إيران من اليورانيوم هلأ نحن وعم نحكي هو 2400 كيلو جرام من اليورانيوم المخصب هلأ يعني أكتر بـ 12 مرة من المسموح فيه بموجب اتفاق 2015 طيب الاتفاق بس لا يتفقوا على التخلص من هذا الفائد اللي هو 12 مرة إما بشحنه إلى دولة تالتة إما بتغيير تركيبته لا يعملوا هالاتفاق موضوع بده أشهر بده تفاوض لمدة أشهر حط عجنب أنه إيران نفسها عنده انتخابات رئاسية بعد ست شهور ما حدا مستعد بإيران بسنة انتخاباتي يقدم تنازلات إضافية بعد كل الإهانات التي طلقتها إيران من اغتيال قاسم سليماني لاغتيال فخر زادة وما بينهما من عشرات العمليات الأمنية الإسرائيلية والأمريكية اللي أحرجت وحقيقة بهدلت صورة طهران بالمختصر الموضوع طويل وأطول بكتير مما كان يحكى أيام ترامب وهذا الشيء اللي أكدت عليه إدارة بايدن مرة جديدة إذا عادت إيران وامتثلت للاتفاق النووي سنقوم بالأمر ذاته وسنعتبر ذلك منصة للعمل مع خلفائنا وأصدقائنا لبناء اتفاق أقوى والحصول على عدد من الأمور الأخرى التي ينبغي التعامل معها كمسألة الصواريخ والدور الإيراني المهدد لاستقرار المنطقة لذا نحن بعيدون جدا عن تحقيق ذلك وعلى إيران القيام بالكثير من الأمور للعودة إلى الاتفاق ثم سيتعين علينا بعد ذلك تقييم ما إذا كانوا سيمتثلون مجددا بالتزاماتهم عبارة بعيدون جدا عن ذلك ترددت على لسان أكثر من مسؤول خلال جلسات الاستماع بالأيام الأليلة الماضية طيب إلى أين لين رايحين بهذا الملف إيران رح تستمر بسياسات التصعيد لابتزاز المجتمع الدولي ما عنده خيار مناعة اتفاق 2015 رح تضعف أكتر وأكتر وأكتر حتى بنظر الحلفاء الأوروبيين لأن أكتر ناس محمسين كانوا للعودة أما إسرائيل فرح تكمل بالتحضير لخطوات منفردة إذا اقتربت إيران من السلاح النووي التوتر والتشويق اللي عشناه مع ترامب الأرجح رح نعيش أكتر منه مع بايدن وإن مع بعض التعدلات الطفيفة اللي العلاقة بالسلوك وباللغة وبالأداء الاستعراضي لترامب نهاية حلقتنا الليلة تصبحوا على خيارة اشتركوا في القناة